القصد أن البخاري ترجم الترجمة المباشرة في الأول وبعدين أمدخل لنا في الطريقة بتاعته الطريقة الخفية والتي تحتاج إلى نوع من الدربة والممارسة عشان كده بنقول الترجمة هنا صحيحة أم فاسدة لا ترجمة صحيحة عشان كيف بنقول الترجمة الفاسدة لا يكون لها علاقة ما بين الترجمة وما بين النص التحتية دي اسمها الترجمة الفاسدة ودية الحمد لله مش موجودة في البخاري الترجمة ده من جهة الإدراك من جهة الإدراك إما أن تكون خفية أو تكون جلية ظاهرة طب من جهة المطابقة من جهة المطابقة إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية كلية زي إيه زي الحديث الذي أقول لكم في اكتاب الرقاق باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وبعدين يورد حديث ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل دي الترجمة كاملة ولا ناقصة كاملة اللي نترجم بنص الحديث خلاص يبقى دي ترجمة سماعة كاملة وده مش كتير في البخاري الترجمة المطابقة الكاملة قليلة في صحيح البخاري إنما الترجمة الجزئية هي الأكثر في الصحيح إن تجيب نص وترجم بفكرة واحدة من النص وتسيب البي ترجمة نانسي قنقر